ظهر الفنان صبري فواز في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك ليطمئن جماهيره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وقال صبري فواز الحمد لله على كل شيء يعني شاءت ربنا إرادة ربنا أن آخر ثلاث سنين بيحصل لي حاجات غريبة سنة جلطة ودعامة والسنة اللي بعدها استقصال مرارة والسنة دي كورونا ودي صرت وهو بيقول الكلام ده طبعا باين عليه علامات المرض ربنا يشفيه وأعومه بالسلامة هو نشر الفيديو ده هوت يوم 7 فبراير 2021 حاجة لسه حديثة طبعا ودي هنا صور من أعماله طبعا عمل أعمال كتير وجسد شخصيات كتير معروف طبعا فنان معروف وأضاف صبري فواز في رسالة والحمد لله على كل شيء أنا الحمد لله كويس وبقالي فترة في الموضوع وخلاص قربت أعدي منها دعواتكم والحمد لله نحمد ربنا وإحنا أحسن من غيرنا بكتير وفضل وعدل وأنا بطلع في الفيديو عشان أطمنكم وأنا زي الفل واللي ييجي في الريش بقشيش وأعلن الفنان صبري فواز عن نصاباته بفيروس كورونا ونشر على صفحته الشخصية على الفيسبوك الكلام اللي جايد أهو كتب يبقى زود عندك يا ابني كورونا وتكورونا وتواصل اليوم السابع مع الفنان الأطمانان على صحته واكتفى بقوله الحمد لله على كل شيء لافذا إلى أنه في العزل المنزلي ويأخذ بروتقول العلاج للشفاء من فيروس كورونا ومن ناحية أخرى فقط زع صيط الفنان المصري صبري فواز في العام أخير قصيرا بعد أن برزت موهبته التمثيلية بمشاركته في مسلسل السبع وصايا ومسلسل العهد ولكن لا يعرف الجمهور شيئا عن حياته الشخصية صبري متزوج من عز موسى ولديه منها ولده بنتهما مروان مصابة وقد نشر العديد من الصور له معهما على صفحته عبر موقع الفيسبوك دي مراته عز موسى كتير معرفوش نازجته ودي ابنه مروان وبنته بنته صبع ايه رأيكم تشبه له كتير في ملامحها ودي هنا مع مراته عزة وكان في اللقاء قبل كده كان قال إن هو بيحب يدلع بنته ودي صورة لي معاها وبنا يخليه ليهم ويخليهم ليه ودي هنا صورة مع ابنه ومراته وبنته هي كمان الظاهر بتحب تدلعه وفي 4 ابريل 2017 هنع الفنان صبري فواز زبط عز موسى بعيد زواجهما العشرين وقام صبري فواز بنشر صورة من حفل زفافهما عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلق عليها قائلا إن عرضة 4-4 عشرين سنة جواز مكملين هذه صورة الجواز ايه رايكم شكلهم اتغير بعد بالوقتي حوالي 23 سنة زواج ربنا يديهم الصحة ويش فيه ودي هنا صورة مع ابنته صبا ونشوف بقى ايه الموقف المخرج جدا اللي حصله على الهوى بالسبب احدى المعجبات أما عن رد فعل زوجته على معجبات صبري فواز فقال إنه فنان مشهور وعندما يصطحب زوجته فيه على أماكن العامة تتطلع الناس إليه وخاصة المعجبات وأضاف صبري في حديثه أثناء زيارته مع المخرجة الناس الدغيدي في برنامج شيح الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس تذكر موقف معين حيث كان هو بمطعم مع زوجته وكانت إحدى المعجبات تطيل النظر إليه وعلى رأي شيخ الحارة ساعتها قال له قعدت تلغيك والمدام خدت بالها فقال صبري فواز ساعتها أنه لا يمكن أن ينسى هذا الموقف بسبب رد المعجبة الغريب حيث قالت لزوجته ساعتها يا مدام ده فنان يعني بتاعنا كلنا فسكت زوجته أما هو فشعر بالخجل قائلا اتكسفت فقالت له إناس الدغيدي بس حبيت الجملة برضه فرد طبعا وضحك الكل وقال له شيخ الحارة أنت بتتكسف قدام المدام بس شكده برضه ورد صبري فواز طبعا لو أي حد مدح فيك أكيد عتمبسط فقالت له إناس الدغيدي طب لما روحت البيت قالت لك إيه المدام فقال لها عادي زي ما كل المدامات بيعملوا في رجالتهم علق أو تعدي وطبعا ضحك الكل مرة تانية موقف محرق طبعا ودي هنا وهو بيه شيخ الحارة بيفكروا بالموقف ده هوت وهو مش عارف يقولي إيه لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم وربنا يشفي الفنان صبري فواز ويقومه بالسلامة من قرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا